هنيئا للأبناء الذين رزقهم الله بمجاورة الوالدين والسكنة مع الوالدين وخدوة الوالدين وإذا صرنا أن بعضنا ترى لا زال يأتي وقد رفع أنفه وجهك له عبادة عند أمك وأبيك أن يكون يا أخي أن تكون قد أطلقت أساريرك حتى تحفزهم على أن يطلبوا لكن بعضنا يا شيخ يأتي وهو حزين وجهه الذي ينظر به إلى أبيه وأمه هذا الوجه وجه حقوق هذا الوجه يمنعهم حتى من التواصل معه هذا الوجه ما يجعلهم يمونون عليه يقولون عطنا ودنا نبغى لكن يقول الله يخلي لنا فلان من فلان؟ فلان ليس أعلمهم ولذلك أقول أيها الأبناء وقلتها وغضب بعض الأبناء يا أبا عبد الرحمن قلت أخوك اللي لما يقرأ ولا يكتب إذا كان قد صحب والدك أو والدتك كلاهما أو أحدهما إذا صحبهم وصار يوديهم المواعيد ويعطيهم العلاج وتحت أقدامهم ويغزمز أقدامهم ويداعبهم وينكت معهم هو أفضل من مليء الأرض منك سبحان الله حتى ولو كنت أنزل شبيب الدكتورال اللي عندك والماجستير اللي عندك والبكاليوس اللي عندك أنا ماذا يسأل فيها إذا لم تهيئ كلمت هذه الأخلاف إذا ما أنزلتك في الموضع الذي أمرك ربك قال واخفض لهما جناح الذل لحظ ذل لجناح لأن هذا الذل الوحيد اللي يحلق بك في عوالم جميلة له جناح سبحان الله له جناح الذل ثم قال من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة يا أحبابي كما كرم تجاعد السنين سببها شدث بشرتك الجميلة هذه وستصل إلى هذه التجاعد لكن هذه التجاعد لماذا يجري حولها الدمع لماذا يجري حولها الدمع لماذا وأنت قادر على أن تكون بلسم والله يا أخي الحبيب إن بعض الأبناء يتمنى أن يعود والده من القبر وَلَوْ أَنْفَقَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَهُبْ مَالِهِ وَيْتَمَنَّ مُوَيْمْ تَحْلُوا تِلِّبَنْ تَطْلَعْ مَنْ نَثِيلَةَ قَبْرَهَا وتقول يا أبو فلان عطني كل حلالة ويعطيها يتمنون ساعة سراج الحياة سلم المعالي كل أمر في الحياة بركة الحياة لذلك أنت أيها البار تحتاج أن تكون أبر وأنت يا من لا زال فيك صدود وجفاف لين نفسك حتى تذوق لذة البر ترجمة نانسي قنقر